انا من الفيديو من المحل يوضعنا في هاتج اف وال هاتجو او و الارو اتش و الاناتش ثري والثي اهاتش فور والهدف من هاد المثال مش نحفظ الارقام ولا ايشي لا هو بس ديورينا ان كيف كل ما بي كي اي اي اكد على القاعدة اللي حكيناها ان كل ما بي كي اي كانت اقل كل ما كان الاسد اقوى فالثي اخف الها هاتش اي اربعة وهي الفعل ان الصنع والثي اتش فور الها بي كي اي خمسين وهي الويكست فكل ما مشينا من ال HF باتجاه CH4 الاسد التي قاعدة عم بتقل وبك قاعدة عم بتزيد هلا The stronger the acid قلنا The weaker is conjugate base وبتالي ال F- رح تكون هي الأضعف وال CH3- رح تكون هي الأقوى حسب القاعدة هلا آخر شي بهذا الشابتر بحكي عن الاسد base reactions وبيجي بالامتحان بيستألنا انه هذا الرياكشن لقدامنا الاسد base reaction ولا لا وعشان يكون الاسد base reaction لازم يكون strong أسد مع strong base أعطو weak acid مع weak base هلا الامثيل مع قدامنا ثلاثة امثلة هدولا التوقف من حلهم بسألنا which of the following acid base reactions take a blast CH3-COH اللي هو الاسدك أسد مع ال NaOH والناتش كان CH3-CO-NA والأتش 2O هلا كيف ننقرر إذا هذا الرياكشن والtake a blast رح يصير هذا الرياكشن ولا ما رح يصير بكون بالصال معطينا BKA معطينا BKA الى الأستك أسد ولا الواتر اللي هما التو أسد مجردين معي بالرياكشن هلا كل ما BKA كانت أقل كل ما كان الأسد stronger فبالتالي الأستك أسد الها BKA أقل من الواتر الأستك أسد الها BKA خمسة الواتر خمستاش فبالتالي الأستك أسد stronger acid والأنا يواتش الردي احنا عارفين هي strong base فصف strong مع strong give weak with weak فبالتالي الرياكشن هدا will take a blast بس دي أحكي ملاحظة الأستك أسد إحنا بنعرف أنه لا يصنف ضمن الأحماض القوية لأنه strong acids معروفين اللي هم hydrochloric acid وهي sulfuric acid وهي الأسد نحن بنعرفهم هدا لك هم strong acids هلا الأستك أسد لما نقولنا عنه هون strong ما أظن هو تصنف أو هو بقوة هدا لك الأحماض لا إحنا هون عم ناخد relatively يعني عم ندوي على reactant يكون stronger than the product عم نقارنهم بالproduct لازه تكون strength لل reactant أعلى من the product حتى يصير ال reaction تمام هلا المثال الثاني نفس الفكرة معطينا BKA للأسد بالميديا NH3 والووتر فكانت الأسد أو ال BKA لل NH3 30 وللووتر 15 فبالتالي NH3 is the weak acid تمام هلا صف أنا عارف أنه weak acid وصف الووتر هي strong برجع بعيد بحكي إحنا ناخد العلاقة relatively هلا الOH حكينا أنها weak acid ليش weak acid مع أن الOH نعرف ما هي قوية لأنه مقارنة NH2 هي تعطبها ضعيفة الNH2 is the very strong base هاي طبعا قاعدة رجل نكونوا عارفينها أنه الNH2 قوية جدا كقاعدة فحتى الOH تعتبر أضعف منها فبصف نحن نحكي عن weak acid مع weak base فالرياكشن will not take place بينما لو مشي بالاتجاه العكسي يعني لو كان عاكسنا الرياكشن حطلنا NH2 مع H2 O ينتج NH3 مع OH minus آه فاعت هالرياكشن ما فيه مشكلة بصير المثال التالت NH2 minus plus TH3 OH بعطي NH3 plus TH3 O minus ومعطينا BKA لل TH3 OH 20 لل NH3 30 طبعا بصفي TH3 OH هو stronger acid ومشي قتلكم أنه NH2 minus قاعدة قوية جدا لدرجة أنها قوية من OH minus فبصفي أنه هذا الرياكشن it will take place أنه strong مع strong يعطي week مع week وهيك مخلص الشابتر التاني كمان